دهشنا عند رؤية هذا الدرع الشفاف في اعلى رأسها كل العينات التي التقطناها كانت غارقة ولم تكن مزودة بهذا الدرع الشفاف على رأسها كنا ندرك تماما بان لديها عيون انبوبية تنظر الى الاعلى وما حيرني دائما هو ان فمها بعيد كل البعد عن نطاق نظرها وبالتالي كان سؤال استفهامنا الدائم كيف يمكنها ان تتغذى من دون ان ترى الغذاء وعندما بدأنا بمراقبة هذه الاسماك عن كثب وفي مساكنها الطبيعية اتضح لنا الامر اذ لاحظنا بانها قادرة على تحريك عيونها من النظر الى اعلى للنظر الى الامام حيث الغذاء وتسبح هذه الحيوانات تحت السف النفور الكبيرة دائما عندما تلاحظ شيئا في المجسات تبدل وضعية فمها وجسمها للاعلى للاستلاء على المواد الغذائية من ثم تعيد جسمها الى الوضعيات السابقة وتستمر للاسفل بشكل خطي وتستفيد من الغذاء المنوع الذي يقدمه حيوان سف النفور الدرع الشفاف يحميها من الخلايا اللاسعة في مجسات حيوان سف النفور الذي تتغذى منه المفارقة عن كيفية استخدام هذه السمكة لعيونها استطعنا استنتاجها وحلها من خلال دخولنا الى عالم هذه السمكة ومشاهدتها ومراقبتها عن كثب تمكننا من تحقيق ذلك من خلال اخذ عينات حية من اسماك المكروبينا وذلك لتأكيد الملاحظات والمعلومات التي حصلنا عليها في الاسفل من المهم جدا ان تتمكن من اجراء الاختبارات اللازمة في المختبر التي تؤكد ما رأيته في المحيط والعكس بالعكس وفي حال قيامك بالمزيد من التجارب المخبرية من المهم جدا ان تكون قادرا على تأكيد ما توصلت اليه من نتائج في المساكن الطبيعية ولكن هذا لم يتحقق اليوم وهذا هو الدرس الذي تعلمناه من هذه الحكايات والمغامرات في اعماق البحار والى ان تمكن من استكشاف وتوثيق اسرار المحيطات تبقى الحياة الرائعة في داخله لغزا وهناك خطر كبير من تحولها الى ضحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر